انطلاقا من مبدأ الوقاية والعمل على كشف جرائم الفساد والحد منها وتعزيز قيم النزاها أطلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني الحملة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة والمعرض التوعوي لمكافحة الفساد تشكل الشراكة المجتمعية محورا رئيسيا في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد ومن ثم فقد اعتمدتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني جزءا من المنظومة التوعوية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاها ونشر الوعي المجتمعي في هذا المجال من الصعب قياسيا الجازم بمدى مساهمة العملية التوعوية في الحد من قضايا الفساد طبعا أن مجتمع البحرين مجتمع متحضر ولا يعاني من ظاهرات الفساد أو ثقافة تلقي الرشاوي كهدايا أو كعربون وبالتالي فإن الحملات التوعوية شجعت الجمهور من ناحية أخذ زمام مبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات ومخالفات تعد من جرام الفساد الحملات التوعوية السنوية تكون بالتعاون مع جهات متعاونة مع الإدارة العامة بشكل مستمر لتعزيز وإنجاح العملية التوعوية السنوية ودأبت الإدارة للتعزيز الدور المجتمع المدني خاصة للحد من هذه الظاهرة ومكافحة الفساد على المجتمع الوطني تحرط الإدارة سنويا بإقامة حملات التوعوية وطبعا من ضمن فعاليات الحملات الوطنية لهذه السنة إقامة معرض وطبعا هذه المعرض يقوم بشكل سنوي ليكون فرصة للتعريف بجرام الفساد وعمل الإدارة وطبيعة عمل الإدارة في نفس الوقت يكون فرصة للرد على استفسارات الجماهير بخصوص أنواع جرام الفساد وعن الخط الوطني الساخن طبعا المعرض يضمن العديد من الفقرات والفعاليات التي تستهدف العديد من فئات المجتمع من المواطنين والموظفين في القطاع العام والخاص فئات الشباب وفئات الأطفال وكون فرصة للالتقاء بشكل مباشر مع الجماهير واعتمدت الفعاليات التي تم تنظيمها لتحقيق هذا الغرض على التواصل مع الجمهور بشكل مباشر من خلال المسابقات المتنوعة وتوزيع الهدايا المتعلقة بالحملة الوطنية